مشاهدين القناة الأدام الدعمين الدعم الحقيقي لقناة سوق العبور اليوم وصلنا تقريبا لألف فيديو مع بعض بنتكلم على السمك والفاكهة والخضار اللي بشوفنا النهاردة لأول مرة يمكن ما نقدرش نكلم في الفيديو ده على كل تفاصيل المواني اللي احنا بنروحها زي الميناء دي وبنبقى في المركب وتلاجة المركب والتاجر وهو بيسلم الصياد وبيسلمه أول الشهر العربي نوع من أنواع السمك في آخر الشهر العربي بتبقى أنواع تانية خالص يعني علشان نخش بس في الأسعار لكن احنا في موسم السمك اللي بيبتدي من 15-9 بنروح كميع الأسواق لما بتيجي فرصة بنتكلم الأسواق مكانها إزاق توصلها أوقات الأسواق بتبقى قاعدة لغاية إمتى بقول لحضراتكم السوق ده من الساعة 6 للساعة 8 بيبعد عن الكارة 120 كيلو وبعد الساعة 8 كأنها صحرة الباغة من 70-80 جنيه جميع أنواع الجنبري اللي احنا بتجيبها في القناة جنبري أبو ليفا وبراس وأبو شنب اللي قدامنا ده جنبري الزغير جنبري الملوخية وجنبري المدفونة في الرز من 130-140 في ناس بتبيع جملة وفي ناس بتبيع شروات وفي ناس زي ما انتوا شفتوا بيبيعوا على الميزان بالكيلو زي ما انت عايز الكابورية أحجام الزكور والإناس من خمسين لستين لسبعين والأحجام الكبيرة مية وخمسين والحجر بتوصل ليه متين جيني الأسعار طبعا بتبقى يعني مرتاحة عن سوق القطاعي وزي ما بقول لحضراتكم احنا بنبقى مع الصياد وهو بيسلم التاجر وبنبقى مع التاجر وهو بيدي للمعلم وبنبقى مع المعلم اللي بيدي للبايع اللي احنا بنشتري منه بايع القطاعي وبنصور كمان مع بايع القطاعي لسه الصيادين مهتمين بالكابورية قبل ما الساعة تدخل وما يبقاش في كابورية فجايبين كابورية كتير السمك برضو صغير الأحجام زي ما انتوا شايفين الأحجام زغيرة الصرع بميت جنيس صرع اللي شبه المرجان بنجيبه وبين المرجان بالزبط السوبيا وبيض السوبيا والكليماري السوبيا والبيض السوبيا والكليماري غاليين برضو شوية متين وتمانين لغاية تلتميت جنيه الحارة المكارونة بمية ومية وعشرة السهلية اللي كانت قبل الموسم بربعمية جنيه ووصلت متين والاحجام الزغيرة بمية وخمسين السهلية دي جماعة شبه البوري كده بس هي لا بوري ولا هي هاليلي لما بنزل سوء القطاعي بنمسك السهلية في ادينا ونجيب عليها الكاميرا ونمسك البوري في ادينا والبوري الكنال وبوري المزارق وبوري البحر وبنفرق بينهم بس ما شاء الله يعني الستة هي بيتسترزق جايبها شوية سمك وربناها كرامها وباعتهم على الميزان بقول لحضراتكم الشروات هنا آآ كتير والانواع كمان آآ كتير البحر الاحمر معروف طبعا اربعة تلاف ومتين وتلاتين امتين اربعة وتلاتين نوع في البحر الاحمر طبعا البحر الابيض ربعمائة نوع سمك يعني لو ما خانيش الزاكرة في العدد لكن ده فعلا دي حاجة اربعة تلاف ودي حاجة آآ ربعمائة شروة جميلة زي كده لو حضرتك خلتها فيها واحدة شعور فيها عمبر فيها سمكة النقط اللي شبه الحفارة ادي الشعور الحر ابو ديل اصفر العمبر اه اخو البربوني دي نفارة حمراء شبه الحفارة اه في فرق بينها وبين النقطة وبين الحفارة شخرم ما شاء الله آآ كبير الشروة دي اتباع الكيلو منها جماعة آآ بتسعين جنيه اتوزنت كده كلها وآآ كلها في بعضها اتباع الكيلو منها بتسعين جنيه في الحقيقة انا بعد شوية رايح السوق القطاعي واه احتمال كبير لان انا حافظ صبعا السمك اللي انا صورته هنلاقي بعض من الناس دول واقفين في سوق القطاع وبيبيعو وهو ده اللي احنا بنعمله بس انا عايز اقول لحضراتكم الحاجة غالية لها الاكل بتاع الصيادين الجاز بتاع المراكب اجرة الصيادين الناس اللي اخذى آآ محلات ونور وضرائب وسجل تواري ده سمك الشفان او الشريفة من انواع الناجل طبعا الناجل بيوصل لستمائة وستمائة وخمسين لكن دي احجام صغيرة يعني بتبقى تلتمائة تلتمائة وخمسين ربعمية والملس من انواع زي الكشر والعمر ان شاء الله تابعونا ونكمل بازن الله الحلقات اللي جاية عن السمك والاسواق اللي بنصور فيها التين من تمانية وعشرين لتمانية وتلاتين ولسه موجود تين برشومي والمنجا برضو آآ من تمانية وعشرين لاتنين وتلاتين آآ خمسة وتلاتين بالنسبة للاجنبي المصري آآ زيادة شوية احنا وصلنا جماعة مع بعض الموسم ده وتقريبا مش هنعد بقى الرقم تقريبا لان احنا وصلنا لسبعة وسبعين نوع جبنهم في القناة مسكنا واحدة واحدة وعرفنا الفرق بين الارتو والجنوفيا والسنارة والتايمور والهندي لغاية ما بقى الموسم في اخره ادي الكيت الالوان وفي الارضية الكيت الاخضر طبعا ده اخر الموسم شوية آآ المنجا بيتبعوا مع بعض فيهم واحدة زبليه على واحدة نعومي المنجا الصغيرة في الحجم بقوا بيقولوا عليها السنادي الفص ما فيش فص غير فص اللاويس اللاويس من اربعين لخمسة واربعين وخمسين جميع عشان قليلة شوية والفص وصل سبعين وتمانين جينيه دايما بقول لحضراتكم في الايام الاخيرة التوم يا جماعة التوم التوم بيغلى جدا ولسه الفترة كبيرة عبارة التوم ما ينزل ده التوم المعامل معاملة التصدير اللي كان بتسعين جينيه بقى بمية الكرتونة دي اللي هي عشرة كيلو بقت بألف جينيه في ارتفاع شوية في اسعار البصل لكن مش في سوق القطعي في سوق الجملة يعني فيه بصل برضو من سبعة لغاية تسعة في الحمر لكن فيه جودة نظيفة من المنصورة والكردي وصلة بحداشة الجينيه بالنسبة للبصل الاحمر البصل اللبيض الثورة والجسر والبصل المحلات ومحلات الكشر البصل الفاير في اللبيض وصل لاتناشر جينيه وبيقرب برضو لتلاتاشر جينيه الفلفل بقى له فترة كبيرة آآ غالي كل انواع الفلفل الالوان وصلة تلاتين جينيه والفلفل الشطة بعشرة والفلفل الرومي وصل لعشرة وخمستاشر جينيه اللي بيفرق عن الاصفر الكوسة آآ بعد بنزدة سبعة تمانية جنيه في الجملة رجعت تاني بقت من اتناشر لخمستاشر جنيه والبتنجان اللي كنا بنقول اول ما هيجي شهر تمانية هنشوف البتنجان البنفسيجي والعروة وهيرخص والله ما حصلش كده حصل يعني تقريبا العكس وجميع انواع البتنجان البيض والمخدد من خمسة لسبعة جنيه والرومي من اربعة لتمانية وهي العروس من خمسة لسبعة والفلفل بقول لكم كله آآ غالي الفلفل آآ يعني ده بخمستاشر جنيه يا جماعة وصل خمستاشر جنيه اللمون من خمسة لسبعة آآ جيني نيجي للطماطم برضو هنقول بسرعة كده الطماطم عشان نرحب بالمشاهدين اللي بيشوفوا القناة لأول مرة وبالنجوم برضو يعني بيشرفنا اشتراكوا في القناة وقبل ما تمشي ما تنساش تحط لايك لو عجبك الفيديو كمان علشان تجي لك الحلقات اللي جاية من المواسم زي الزتون وزي السمك التماطمة جماعة من تلتمية لربعمية والجودة العالية لغاية ربعمية وعشرين آآ البتنجان الرومي زي ما قلت لكم هو وصل لغاية تمانية آآ جيني الفلفل آآ الشطة الحمية الحمرة بعشرة جنيه البطاطس اسعارها زي ما هي بقالها فترة كبيرة اكتر من خمستاشر يوم آآ فيه اربعتاشر يعني مش خمستاشر لا فيه اربعتاشر في التجميل آآ من اربعتاشر لخمستاشر لستاشر والتبريد من سبعتاشر لتمنتاشر ونص التسعتاشر وتسعتاشر ونص والناس اللي عندها شوية تبريد من الانواع العالية يعني قفلت عليه تاني شوية وما طلعتش منه في الفترة الاخيرة تمام ان شاء الله هترخص والحلقات اللي جاية هتلاقوها على الاقل في كل مرة بترخص آآ تلاتين اربعين جينيه شكرا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة